لا يا كيف موضوع دور المحترفين دا والكسة أعطاك تبعاتنا في المقدمة طبعا أكون تعب برة طبعا بتفرج عليك يعني أنت لخص القصة كلها يعني أنا آسف إحنا في مصرحية مضحكة لسه بقولك وقبل ما نطلع على الهواء النهاردة أنا نازل بتفرج على حفلة هاتشين الدورة الصعوبة ما تقوليش إمكانيات وماديات أفكار وإدارة مضبوط القصة كلها مش قصة ماديات أفكار والأفكار هاي اللي بتجيب العائد ورغبة ورغبة في التطور وحب المجال دا يبقى ناجح في البلد ومسؤولين عايزين الكرة تنجح ورؤسة أندية بتساعد وأندية عندها استقرار وإمكانيات فللأسف الشديدة أمير يعني بصراحة حاجة مضحكة واللي أنا عايزة أديك مثال بسيط عشان مخلطش الأمور كلها ببعض أنت النهاردة أما جيت البرنامج دا هل جيت اشتغلت على طول عاجبك ما كنتش تلعب لكن ما تلعبش وبعد كده تقول لك ما تجيش تعترض بعد ما تشارك بالضبط فأنا بديك فكرة اللي أنت النهاردة ما جيت تعمل برنامج حطيت البلان بتاعتك صح طب أنا النهاردة حطيت الفكرة بتاعت دور المحترفين وجاي يعمل بلان بعد ما حط أنت فاهم شو أيها العكس على طول والعكس مرة زي ما أنت بتقول يقولك أصل التلاتة يصفوا مع التالت ومرة النهاردة المضحك يقولك التالت ينط إيه دا جماعة دا أي كلام إيه دا جماعة دا أي كلام وأي كلام عشان كده بقولك بزمتك شفتها في الدنيا والله العزين تلاتة أن يطلع فريق من الدرجة الثالثة للدور الممتازة وبسارة يا أمير أنا أقولك الحاجة هو أنا مش فانسك فرق الوقتي آه تمام أنا اللي عارف لحد الوقتي أنا بدأت فترة عدد أم أولا أنت مفروض بيبقى فيه ليحة لأي مسابقة أنت أدخلها أيوة لحد الوقتي أنت ما بقعتلكش أولا إحنا بدلعب في دورة سنة الفتد اللي هو الممتازبة باثنين محترفين أم أنا العائد المادي اللي أنا هاخده عشان أقدر برضو أساعد النادي وأجيب لعيبة وبتاع اللي أنت النهاردة السنة اللي فتت قال لك إحنا هنعمل وحندفع النهاردة أنت بتتكلم في مبلغ مش عارف 40 مليون أو 60 مليون 30 مليون 30 مليون 15 مليون لدور المحترفين و15 مليون 15 مليون على 20 فرقة هتدي كل فرقة كم مليون ياسب بقى مليون إيه هتدي أقل هتقول 700 ألف ده بعقد لعيبة لعقد لعيب واحد صح في التاع فجامعة ما ينفعش يعني أمير بصراحة زي ما بقولك وأنا برضو مع احترامي برضو أنا مش دعب اتحد الكرة ومبهاجمش حد بس أنا النهاردة وزير الرئيادة لازم يبقى ليه تدخل اللي بيحصل ده صدقني حاجة مش طبيعية وحاجة مش كويس سوى وزير الرئيادة ما قلقى ليه ملك التدخل ليه يا أمير وانت النهاردة مفروض وزير الرئيادة انت كبير العيلة ماشي انت الراجل اللي على تدخل بشكل ودي بشكل ودي وتحل وكل حال لكن أنا النهاردة النظام أصلا أمير في مصر نظام الجماعات العمومية ده يعني انت النهاردة مثلا انتر ميلان أو اسي ميلان أو بتاع فش حاجة اسمها جماعات عموميات وفي حاجة اسمها على طول رئيس نادي وسبورت داييريكتور النظام اللي تاع لكن أنا جاء زيان بقولك جماعات عمومية وناس تبقى مع وناس عايزة ده وممكن النهاردة على فكرة جماعات عمومية ما بتفرسها على طول الأصلحة ممكن تفرس بتاع ويبقى فيه تربطات وانتخابات فزي أقولك أمير بصراحة الوضع وحش جدا وانا شايف اللي أنا امكان أنا النهاردة باشكر نادي السكة اللي عامله بيام محترم صراحة عرض نا أنا بقولك بيام محترم بالمسافات بفنادق بالتعلات بالسفر وإقامة هللعب 38 ماتش واجيب اللي هلعب 16 ماتش يبقى فرصته اللي أنا هلعب أصعى ايوه ماليقى كابتا أمير احنا نسعى بقرة احنا ناس جمدين لازم نعمل حق غبيب انا بقولك ازاي يعني اللي هلعب 18 أو 16 ماتش دول ماشي حياخدوا 15 مليون هتتقسم عليهم برضو زي اللي هلعبوا 38 ماتش هتتقسم عليهم برضو 15 مليون من توتل الثلاثين وعلي انت بتكلم في 38 ماتش بتكلم في 16 ماتش ازاي يا جماعة فأنا دي مشوفتهاش لكن انت النهارد بقى